وزي ما بقول لحضراته التركيز كبير جداً لعبتنا النهاردة يمكن قدوا الموراة أو قدوا التدريبات الأخيرة للساعة 6 مساء على استاد القاهرة وكان الحقيقة كان معتاد يعني البروتوكول بتاع الاتحاد الأفريكي فيه ربع ساعة مفتوحة للزملاء العالميين يعني التواجد أو الربع ساعة من التدريبات ولكن التركيز كان واضح جداً وده المطلوب التركيز لازم يكون عالي جداً جنب التركيز العالي جداً لازم يكون فيه هدوء كمان الهدوء في هذه المباريات والنادي الأهل عنده خبرات ولعباتها عندها خبرات كبيرة جداً جداً عملية الهدوء داخل المباراة فيه فرق أنك آه عايز تكسب ويعني عايز تنهي المباراة بدري شوية لكن أنت بتلاعب فريق كبير بتلاعب فريق تراجي وعنده أمال وعنده لعبة كويسة ومدرب فاهم وبالتالي التصرع مش هيكون هو السكة اللي توصلنا التركيز الكبير الإسرار الكبير القتال داخل الملعب التاكتك إن شاء الله بإذن الله بكرة كولر يتوصل أو يشوف خطة أو تاكتك معين يقدر إن شاء الله يتفوق بها على فريق التراجي كل دي أمور فنية هنتكلم مع حضراتك وفيها النهاردة عندنا نجوم كبار النهاردة الحقيقة في حلقتنا النهاردة عندنا كابتن ماير أمام الكابتن رمضاني السيد عندنا على مستوى الصحافة النقد العظيم الأستاذ عصام شلطوت ومعنا محل الأداء رائع كريم سعيد هيكون معنا هنتكلم في كل نواحي سواء النواحي الفنية نواحي التاكتكية هنشوف التراجي كان بيشتغل إزاي خلال المباراة المباراة اللي في تونس وإزاي نتعامل مع هذه المباراة بكرة من خلال رؤيتنا لكن أكيد كولر عنده رؤية أكيد خاصة به ومحضر للمباراة بشكل كويس لكن زي ما حضراتكوا شايفين التدريب النهاردة كانت الساعة 6 التركيز واضح جدا على اللعيبة كمان كالعادة الكابتن محمود الخطيب كان متواجد النهاردة في استاذ القايرة بيتطمن على الفرقة بيشوف التمرين نقعد مع الجهاز الفني والجهاز الإداري خاصة طبعا الكابتن خالد بيب وكابتن سامير عدلي كان الأمور الإدارية ماشية إزاي التنظيم داخل أو قبل حيكون إزاي إن شاء الله بإذن الله كمان يكون تنظيم أكثر من رائع في عملية بإذن الله بإذن الله تتويج النادي الأهلي في مباراة الغد الأمور كلها الحمد لله أمور إجابية ترجمة نانسي قنقر